السلام عليكم وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق هل تعلم كيف يحدث حمل التوائم؟ سبحان الله تجيب الدكتورة هناء عبد المنعم أستاذة أمراض نساء وتوليد كلية الطب بجمعة الأزهر قائلة حمل التوائم هو حمل أكثر من جنين في وقت واحد ومعدل حدوثها حالة لكل تسعين حالة حمل فردي خاصة بعد انتشار استعمال الأدوية المحفزة للحمل والتبويض وقد ارتفعت نسبة حدوث حمل التوائم الثنائي بل والثلاثي أيضا عن المعدل الطبيعي له وأضافت إن الحمل يحدث أولا عن طريق بويضة واحدة يتم إخصابها بحيوان منوي واحد ولكن هذه البويضة تنقسم إلى عدة أجنة وهذا النوع يعطي توائم متشابهة ثانيا أن توجد أكثر من بويضة اثنتين أو ثلاثة ويتم إخصاب كل واحدة منهم بحيوان منوي واحد لكل بويضة وهذا يعطي التوائم غير المتشابهة ثالثا أن تحدث الآليتان السابقتان معا ويعطي توائم متشابهة والآخر غير متشابهة وعندما يحدث حمل التوائم ويحتوي الرحم على جنينين أو أكثر فمن الممكن أن تكون الخطورة على الأم والأجنة مرتفعة نسبيا عن معدلات الخطورة أثناء الحمل في جنين واحد أشرت الدكتورة هناء إلى أن تشخيص المبكر لهذا الحمل وما يتبعه من متابعة مركزة للحمل حتى نهايته بغرض الاكتشاف المبكر لأي ظرف طارئ والتعامل معه بكل سرعة وحسم يجعل هذا الحمل يتم في أمان دون حدوث مضاعفات خطيرة نسأل الله العافية والرزق لجميع الأمهات والآباء شكرا على المتابعة لا تنسوا دعم المقطع بلايك والسلام عليكم شكرا على المتابعة